اول سؤال وصلنا بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا متجوزة بقالي اربع سنين ومعايا ولد عنده تلات سنين ومشكلتي مع جوزي انه مش بيشتغل ولا عندنا دخل ثابت بيشتغل شهر ويقعد اربع شهور وهكذا وعلينا ديون ولا حتى عاوز يخليني اشتغل واجيب مصاريف للبيت انا تعبت من العيشة دي انا عاوز اتطلق منه واشوف حالي السؤال ده شوية مركب هي بتسألني عافترض ان هي بتسألني ثلاثة اسئلة السؤال الاولاني انا هينفع اتطلق منه وده هيكون ظلم لي والاولادي الحالة التانية السؤال التاني بتسأله لي ها هو حلال اللي هو بيعمله ده السؤال التالت طب نعمل ايه عشان نحل المسألة اللي احنا فيها دي تعالوا نبتدي بالسؤال الاول هو حرام علي ان انا عمل ان انا اسيبه هو الواجب عليك في الوقت اللي احنا فيه ده ان انت تحاول تصلحي بينك وبينه ليه لانه مش بالنفقة بس بتتبني البيوت النافقة مهمة وترك النافقة ظلم والمرأة لو طلبت ان هي تطلق لانه لا ينفق عليها مش هتكون عليها اثم بس احنا لازم نسير في طريق اصلاح ذات البين ده الواجب اللي علينا فواجب عليك ان انت تحاول تصلاحي ذات البين ايه بقى نصلحها ازاي بقى انا شايف ان فيه حاجتين ممكن نعملها عشان تخلينا تساعدنا في السؤال التالت اللي هو اصلاح ذات البين وعن نتكلم عنه ساعتها بتقولي لي اعمل هل ايه اللي انا اعمله دلوقتي واجب عليك ان ان انت تحاول تغيري من زوجك تغيري ازاي نشوف شخص له تأثير عليه ونخليه يكلمه على ان هو كده هيخسر كل حاجة هيخسر نفسه هيخسر اولاده هيخسر زوجته فلازم حد يكلمه بهذا المنطق طيب ده السؤال الاولان السؤال التاني هو ايه اللي بيعمله ده حلال اللي بيعمله ده اكيد اذا كان هو قادر على الكسب وهو مظهر ان هو يشتغل شغلانة معينة والشغلانة معينة دي هو قادر يشتغل شغلانات تانية وما بيشتغلش وسيبقى اولاده يتعرضوا لخطر هذا حرام هذا حرام لان هو الحرام اللي عليه ان هو لا يأتي بنفقة للبيت وهي بتقول ما عندناش دخل ثابت واحنا مش عايزي مش عارفين نعيش فيبقى حرام عليه ان هو لا يكفي بيته وهو قادر على كفاياته لان كلكم راعنا وكلكم مسؤولا عن رعايته وده حرام ليه لان هو بيقع في تضيع اهله ان من اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعول فده اسم عظيم فلا يجوز ده الحاجة التالتة هي نعمل ايه بقى نعمل اللي انا اشرت ايه في اول جواب على السؤال ده اول حاجة زوج حضرتك يحاول ينوع من مصدر داخله يعني يشتغل شغلنا تانية ويشتغل شغلنا تانية ولو هو مش مستعد لها نضغط على نفسنا ونتعلم لها نتعلم وصول مهنتها ونحن نشتغلها يعني ايه ما ينفعش باي حال من الاحوال ان احنا نسيه بالحال زي ما هو ده لان ده نوع من انواع افساد الحياة يبقى هو لازم يعمل ايه يروح يتعلم صنعة اضافية عشان يساعد هذا البيت هذا هو الاول الامر التاني ان احنا عايزين ببساطة خالص نقرب من بعض يعني انت هو تقربوا مع بعض وتكلموا مع بعض ازاي تحلوا مشاكلكم لان احتمال كبير يكون هو عنده اكتئاب او عنده شيء نفسي او عنده احساس بان هو في الاخ خالص الدنيا كلها ما فيهاش حاجة كويسة فليه نشتغل وليه نتعب فاحنا نساعده على انه يخرج من اكتئابه دوت ولو ادى ذلك ان احنا نحتاجين ان احنا نروح به الى طبيب دوت التلت حاجات اللي انا شايف انه هما بالمناسبة تكون مناسبة عشان نخرج من الحالة اللي احنا فيها دي